نروح بقى لكأس العالم للأندية امبارح المهدس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي الحقيقة يعني حضر ورشة العمل اللي عقادتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية واللي طبعا تمت عبر تقنية الفيديو كونفرنس نتيجة اللي انتم عارفينه بقى موضوع الفيروس الى اخره سجل المهدس مرتجي تحفظ النادي الأهلي على موعد هذه البطولة وشدد على ان النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهيئات كأس الأمم الأفريقية واكد لمسؤولي فيفا ان النادي يعني بيفتقد حاليا جهود تسع لاعبين مشاركين في كأس الأمم الأفريقية فضلا عن ان مواعيد ارسال القائمة النهائية لللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية لم تراعي بالمرة موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع متخباتهم في كأس الأمم الأفريقية وشدد على ان النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين الفيفا والكاف يعني في هذا الامر اتجاه مسؤوليتهم نحو البطولتين والعمل على نجاح البطولتين وعدم وقوع اي ضرر على اي من الأندية المشاركة او المتخبات المشاركة في أمم أفريقيا والحقيقة النقطة دي برضو في منتهاء الأهمية يعني النادي الأهلي الحقيقة قدروا كده انه بحكم ان هو النادي الأهلي فيشارك بطبيعة الحال في كل البطولات المتوفرة وبحكم ان دول لعيبة النادي الأهلي في طبيعة الحال برضو هم جزء كبير من قوام المنتخب المصري نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولمنتخبنا المصري ان شاء الله ومرة تانية بنحلم كلنا بان احنا ابتداء من النهاردة نشوف اداء يتماشى مع تاريخ ومع قدم ومع ثقل ومع امكانيات لعيبة المنتخب المصري